إنني أشكر من الكلام على الناس في قلبي إذ أنني أقول هذه بقيلة وتلك وثقة وتالثة نظيفة وهكذا كيف أستطيع أن أتخلص من هذه العادة حتى لا أودي الناس علما بأنني لا أتكلم به كما قلت لذلكم الله خيرا فأما ذكرت السائلة أنها يقع في نفسها شيء من تلقص الله وعيوبهم فهذا يكون منشوع الظلم يكون منشوع الظلم من المسلمين ولا ي poem المسلم النشوع الظلم بإخوانه المسلمين لن يظهر له شيء من ما لا يديك من تصرفاته قال تعالى يا أيها الذين آمنوا pourquoi لا يقلقا من الظلم إن بعض الظلم يتمن فهذا منشوع الظلم وعليه أن تشتم الظلم بإخوانها المسلمين وأن تتقعد عن هذه الظلمين السيئة أن الأصل في المسلم والمسلمة العدالة والسلامة ترجمة نانسي قنقر